وصلت وزارة الصناعة وتجارة وسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية حيث تم تفتيش أربعين محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد خمسة عشر مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وبناء عليه فأن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته